هذه الانتهاكات اللي تقع ضمن الحرمان من التواصل وغيرها أو الحرمان من العلاج هؤلاء سجناء رأي سجناء سياسيين مش سجين جنائي مع العلم أن مثل هذه الانتهاكات لا يجوز أن تقع لا في سجين جنائي أو سياسي ولكن هذا شكل من أشكال المعاناة اللي عندنا اليوم كل هذه النماذج الموجودة لما نتكلم عن أكثر من ستمائة سجين وأكثر من ستمائة عائلة نحن نتحدث عن أشكال متعددة من العوائل قد يكون السجين يتيم قد يكون معتقل أساسا وهو إما في سن طفولة أقل من ثمنتاش أو يعني ضاع ضاع الدراستة وضاع مستقبلة وضاع كذا أكثر من عشر سنوات في السجن وغيرها بالإضافة إلى الحالات الإنسانية كل هذه الحالات مع التدابير العقابية الموجودة الآن مثل موضوع العزل الانفرادي للعناصر الأمنية في داخل السجن مرتاحة جدا في استخدامها كعقاب كل هذه الإجراءات ما تكترث أصلا ما تهتم ما تهتم الجهات الأمنية ولا الجهات الرسمية وهي تكادمنا لما أقول جزء من العقيدة الأمنية هم يعتبرون معاناة عوائل الضحايا والضحية جزء من الإنجاز الأمني